اهلا بكم احبا في الله اي بنت عزباء او اي شاب اعزب اي واحدة مطلقة شافت احد هذين الرموز فلتعلم ان هناك زواج قريب جدا ان شاء الله وان الشخص ده هيكون مناسب جدا وده طبعا حسب الحالة اللي بتشوف فيها الحلم رؤية الكبش او الخروف او النعجة في المنام من الاحلام اللي بتدل على الزواج القريب جدا باذن الله يعني اي واحدة تشوف كبش او خروف اي واحد شاف نعجة في المنام اذا كان شاب اعزب يعرف ان شاء الله فيه زواج قريب جدا باذن الله الفرشة النظيفة او السرير اللي عليه فراش جديد بيرمز ان شاء الله للشاب يعني وتعرف البنت ان فيه زواج قريب جدا من شخص مناسب لها نقل مكان النومة او الفراش للمتزوج رمز يدل على الزواج من زوجة اخرى يعني اي واحد متزوج شاف ان المكان النومة بتاعته تنقل لمكان تاني او اذا كانت مطلقة وشافت ان هي السرير بتاعتنقل لمكان تاني والمكان ده مش عارفاه تعرف ان شاء الله فيه زواج قريب جدا لها الخاتم او لبس الخواتم عمتا من الرموز والدلقة للزواج للرجل وللمرأة عمتا يعني اي شخص يشوف حد ايه ده في المنام خاتم يعرف ان شاء الله ان فيه زواج قريب جدا ليه سواء بنت او شاب اعزب رؤية لابس الملابس الجديدة او السوب الجديد في المنام من العلامات ايضا اللي بتدل على الزواج سواء المطلقة سواء للاعزب او للعزباء عورة او فرج الفتاه بتدل على قرب الزواج الشاب الاعزب ودي طبعا يعني من الاحلام المنتشرة بكسرة جدا لدى الكامية وهي رؤية العورة او الفرج الفتاه اي شاب يشوف فرج الفتاه في المنام يعرف ان ان شاء الله فيه زواج قريب جدا ليه كذلك عورة او رؤية يعني رؤية زكر الشاب بتدل على تزواج الفتاه باذن الله طب فحل لو بنت شافت عورة فتاه اخرى تعرف ان ان شاء الله فيه قرب فرج لها ربما فيه مشاكل عندها تتحل او فيه عقبات عندها باذن الله وهتسول وفيه قرب فرج لها ربما فيه عمل ربما فيه وظيفة او اذا كانت بتدرس فيه يعني نجاح ليها وتفوق ليها ان شاء الله ايضا او الحزاء او النعل او الجزمة في المنام تعتبر يعني رموش ودلائل للزواج للرجل وللمرأة وطبعا موصفات المخطوبة او الخاطب دي بتكون حسب لون وجمال اه الحزاء فلو واحد لو واحدة شافت ان هي لابسة حزاء كعب عالي والحزاء ده جديد مفوش اي مشاكل اسود تعرف ان شاء الله فيه شخص مناسب ليها تماما الشخص ده اه هيحافظ عليها فموصفات الحزاء بتكون موصفات الشخص اه الخاطب او اللي هترتبط به وكذلك الامر بالنسبة الشاب رؤية النبي زكريا عليه السلام بتدل على الزواج لكلهم من الرجل والمرأة ان شاء الله الاحلام الغريبة جدا اللي بيشوفها الشاب او البنت او المطلقة تشوف ان هي نفسها ماتت تعرف ان شاء الله في انتقال من حالها لحال تاني اللي هو الزواج باذن الله فرؤية انتقال الشاب اه من حال لحال تاني يعرف ان شاء الله في زواج قريب كتا باذن الله سواء للبنت او للشاب دخول الجنة في المنام اي حد يشوف نفسه دخل الجنة يعرف ان شاء الله ان في احتمالية الزواج وللشاب وللفتاة تمام يعرف ان شاء الله ان في انتقال من الحال اللي هو فيه الحال افضل باذن الله وهو الزواج باذن الله حرس اه الارض او سقاية الارض في المنام بتدل على الزواج للشاب او للفتاة للاتنين اي حد يشوف ان هو بيحرس ارض او ان هو بيزرع ارض او بيزقي ارض يعرف ان شاء الله في خير جايل وفي زواج باذن الله في الفترة المقبلة بالاضافة للفستان اه الجيد للمرأة او للفتاة يعني واحدة مطلقة شافت ان هي بتربس فستان تعرف ان شاء الله ان في زواج قريب جدا ليها في الفترة المقبلة ان شاء الله ومن شخص مناسب جدا الفرس الاصيل في المنام بيدل على الزواج اه من زوجة او فتاة جميلة وشريفة وكذلك الامر بالنسبة اه للبنت بالاضافة طبعا لرؤية الاسد بتدل على زواج الفتاة او المرأة براجل شديد وقوي باذن الله احباه في الله كل الرموز دي والاشياء والرؤى اللي قلناها عن الزواج مجرد اجتهادات لا يقطع اه بلزوم تحقيق مرادها الا بمشيئة الله لانه لا يعلم الغيب الا الله يعني عايز اي حدش بيسمع او بيتفرج على الفيديوهات بتاعتنا مش تحت شرط مش جازما ان الحاجات اللي بنقولها دي هتتحقق لان اي حاجة اه بايد ربنا عز وجل في النهاية مش افكركم لو اي حد شاف روها متعلقة بالزواج او الخطوبة ياريت اجتبها نفتع لي اسفل الفيديو علشان نقدر نفيد بها نستانية ما تنسوش تشاهدوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان قناتكم توصل لكبر قدر من الناس دمتم في راعة اللوامنة والسلام عليكم ورحمة الله